موسيقى عسلامتكم يا لبنات ومرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد ولا صبح النور وإلا مساء النور المهم أي وقت تفرجوا فيه هكذا صبحت عليكم ولا مسيت عليكم قبل ما نبدو في الفيديو كي العادة صلوا على رسول الله مع بعض من الناس الكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جيتكم اليوم نهار ثالث في رمضان بصورتش نهار ثاني خطراني مرضت قراجمي وجعوني والله يطواني نقو على روحي ونسجل لكم معانتها قراجمي عاملين فيه وكل هكا علاش ما ركزش في التصوير وكل وعما هاني اليوم نهار ثالث نهار في رمضان هاني عملت الصباح هذا كيل عادة روتين ما الصباح معانتها من اللي لقمت الصباح شنو عملت لبعد شقر الفطر للسهرية إن شاء الله نشارك معاكم كل شيء وان شاء الله يا لبناتي يجبكم الفيديو المهم لي هاني وسهرنا بطبيعة في الصالة البارح كهو وطبيعة وكنست هراني الصالة ماتي وقعت فيها كتفش وكل قلت خلنا نعدي عليها بالاسبيراتير وننظفها ونرقلها والحمد لله ما عادش عنا هاكا العجاج وكل الطقس معاناها باهي اليوم الطقس مسحها بك شوية ويبدأ هافة رايض لفيها حجاج ولفيها حد شيء محلاه يشجع حتى على القضية وكل فما الشمس التوى معانتها مسحبة هاكا هول هني خرجت الفيراندا هني كنستها ونظفتها هاكا هول هني هني حضرت مرومة مش يبقى تقرأ بشي زخاها تقرأ ها منحرروا في الوقت هاي زعم زعمة تعاون فيها انا حصلوا معا تمرجني ضعطرني مله مرومة تقول لي خليني نساعدك ماما خليني نساعدك هاكا هاكا هاول هني بعد مكملت الصالة هني جيت لهني هذوم هالني الاغلفات الكشوية على المخادد واغلافات الجراري اقسلتهم واني باش نعاود ان نغلف بهم الجراري و باش نغلف زاد المخاد واني خرجت هالكل هاله هذيه و خرجتهم و كلها جراري و الحصير و كل شي وعاودت تفرجتهم من الجيدة ومصورتش معاكم باش ماجيش الفيديو طويل برشا وزيد الرينج لايت خليها بي زادة هيك شوية معناتها ولا منعش بيه المهم معاشي معاشي يشد للتاليفون بالاقديم العرش شبيه المهم حصيره ان شاء الله ربي قدر الخير وكهو تولي هنا قلت بعد ما فرشناها كل و قلت خلي نعدي عليها بلا بلا سبيراتير كلها الدار و كل مش نعدي عليها حتى بيت صغيرات وكل وبيت النوم وكل قلتك خطر ساعة لتحكى تفشل صغير ما تشوفوش اما بصراحة روعة معناتها الاسبيراتير ما تخلي حتى شي كل شي تنحيي كل شي تنظفه وكل حتى هي دار بعد ولت ما بطبيع عني مهما مسحتها وبرقلتها ولا ولت شمعة ولا منورة بالنظافة شغور محلية هذا تولت ديما الصباح ان نقوم باكل ان معانتها الصحيح راني معانتها دار نبيتها تنجب تكون انظيفة خاصة الكوجينة نبيتها انظيفة وكل ما نعمل عليها هيكل لمسات الخفيفة كل الصباح لازم معانتها نعملها تنظيفة وكل كان هاي هنا هاني غلفتهم الكشور متاع المخادت هاك رحطوه في بلاستهم وكيما تشوفو الهني اه تو باش ندخل البيت الصغيرات كيف كيف مش نعملها ضربة بالاسبيراتير منوضفتها راني كيبا قلتو لكم ومرقلتها ما كالضربة متاع الاسبيراتير هذي كا لازم معك التفش ولا حاجة وكل هكا هوي اللي بنيته اللي هني بعد ما نكمل بيت الصغيرات كيف كيف باش نتعاد دالي هكا الكلوار زاده كيف كيف باش نعمله تنظيفه اللي هني الصغيرات جهاد ينظف معالتها يستوي فرشه واحده ومرومه هكا يعاونها الجهاد ونحاونها نفرج وتفرج حي بتتعلم حتى هي كيفاش تنظم فرشه وكل باهي علموا صغيرات كمره باش يعاونوكم حتى تبدو مرضى ولا حاجة على اقل يتعلموا كل مرة بشوي بشوي هاكا لهنا جهاد هاز اختل الروضة وهني بش نكمل الميناجم بتاع قلت لكم علموا صغيرات كمره باهك يتعلموا حتى تبدو مرضى ولا حاجة على اقل هان حتى كان مرة يعملوها بالباهي مرة بالخايب المهم اه يتعلموا والله كما علمتني امي يعني واخواتي قبل اه علمتنا قبل ما نمشوا هال القرايا نظموا فرشهاتنا يكون خلوهم نظمين حتى امي كانت تخدم كل شيء وتعلمنا ولا نجدوهم ونستوهم بالجده بالجده ونخرجوه وخلو كان البيت منظمة ما خلوهاش تخلى بعض اللي هني ادخلت زادة البيت النوم الضيفة والله عملت لها مسحة ما يقولت خليني نعدي عليها كيف كيف زادة مش نعدي عليها بلاستبيراتار كما عدت على البيت الاخرين وكل والصالة ووقعها ونظيفة مفايحات شيء ومسحت لها زادة البلارات المرايئ ومسحت لها المرايئ بتاع الكوافاز وبتاع الخزانة وخرجت منها وقهوه يقول هني عندي اللبنة توقم ملت معانيتها وكل مش خبب الاسبيراتار توقموا هني ادخلت الكوجينة نظيفة هذية من البارح راح من نظيفة من راقلة معانيتها النظر وبايهي ساعة تزادة حتى كيف تتخلوا كوجينتكم مثلا كيت تستعملوا حاجة توصلها بالوقت وكل ركاكة مايتلمش عليكم المعون ويهي وهي تنجو رواحكم معانيتها وفي ساعة تكمله و يوجد طبيعه ، يجب جيده الوضع و يتراكله اي حاجة حتى يكونوا شكاسا تصبحوا كثيرا مضيفا و تصبحوا مرتاحين الصباح حتى لا ترغبوا شيء خفيفا خرجت البيكون وبرا أشاهد طاقس كيف حالي سألت لي فقط لكم الطاقس سمحوني و قلت لكم صوتي حلرة كما تشوف فاهم ضيفة عندي كعبات كدق لها يوم ما جبتهم امي اللي هني نعمل في دورة في نوري فيكم معانتها في الدورة نضيفة بباعد شاي معانتها كل دورت عليها كلها نظفتها كنوري فيكم نعم لكم جولة فاها والله راح نفسي كتب دورتكم نضيفة تبدو متنين ومرتحين نشوف صغيراتها توقعت واحدة في الدار ما هو القرايق جهاز بعد ما وصل لأختها من جهاز قطر بلته حتى هو ويقرأ يخرج من الدار يقرأ يخرج من الدار لحداش ونصف المهم هاكا هذي بات الماكينات ستحتها نظفتها هنا في الكوجينة قلت لكم هي نظيفة كان عندي كعبتها ذوكو متمر باش نغسلهم تو هالي نغسل فيهم هنا باش خارر نحطهم في قصعة كبيرة نفرش معانتها من دينا ملوطة ونحطهم خليم يشيحهم بعدا باش نحيلهم كيف نفضالهم معانتها باش نحيلهم مكل لقلوب وكلهم ممكن نصوب عليهم الزيت ونخليهم مكل يحب يأكل اياك الخطر عندي دقلة المباهية معانتها دقلة النور من الكبلية عندي في الفريجيتان في الفريق وحطتها كخبط منها بوات نستاهل كفات تهتو فهذي كان عبط واحد اخرى عاملة بعد تعولتين متاع رمضال من الدقلة وعندي اللي منادل هذو ما زادة ماداتهم قلت خلينا نغسلهم وننشرهم اقهو هذا هو اليوم في الكوجينة وعندي زادة كعبة تقارس قلت خلينا نغسلهم ونحضرهم من بعد شبتم اليوم يحتهم ثم قلت خلينا بعد نمج بهم عصير خاطرن احنا اللي بنت了 العصير تشوفين على الطاولة الحط فيه وكلها رمو رو دياره كل شي كشوفين على الطاولة متاعنا رمو عملتها فلدار predicلة معانيتها ما منشروش حاجة من الشارع ولا عصير الشارع ولا عصير البكوت بين الشحري ممكن كنشرية ممكن رانية زيت ولا ما عنديش معانتها ما عنديش بورتغان ولا ما عنديش عغلة فلدار وو غنت اوتلاززيت واخر وقت ماش نجم نعمل incarnation في الدار امر ان ديما نعملوه الاغلبية ديما يا اخي ديما نعملوه في العصير بتاعنا في الدار خطر نحبوه فرشكو ودياني وحاجة نضيفة نحقاني ديما مع المنتوج المحلي ديما حاجة كي نعملوه في الدار اراهي اخي اكهو اللي هنا يتوه بعد ما يعني شللته كل منادر وعندي بلاد الاخرين زادة ثلاثة منادر زادة اخرين معنتها استعملناهم البارح هالي نفخته مزادة في جفال والوموه كله خلاته بغطيته بغديكة ولبنادل هادوه مش انه نخرج انه ننشرهم هكهوية البنات معنتها وبعد ما نكمل من الكوجينة اللي هنا خطركملت كل شي كمل من الكوجينة ومش نمشي نقر شوي متى يسعى من القرآن احب نسألكم انتم وانا وصلتو في القرآن اشي عملتو او انا صورة وصلتو يعني اللي الحقيقة والله من كذبش عليكم وللامانة تعطلت شوي خطا كي برضت قراني فما ليلة حسيت روحي من ناجم نعمل حتى شي حتى شي حتى شي حتى شي معنتها اذا الجراج بيتذكروا حال تحليله وكانت تلاحظوا في صوتي معنتها تو ربي قدر الخير وكهو ربي ايش فيني ايش في كل مريض هذو ما اللي هنا غطيتم كعبات تتمر على على الغبرة كل وطولة هنا يا لبنات كملت كل شي هاني مش نقعد والله ايش كانت تلاحظوا في وجه ظاهرة علية معانتها والله تعبى يا لبنات الشك والربي اما والله تعبى شوي اما بالجري معانتها سال نحب نحب نصور لكم ومنحبش نغيب عليكم ونحب مثلا نحفزكم وانا نشارككم معانتها روتيني وكل اه الهنين نحب نحن نقول لكم رانية اه على القرآن معانتها اه وانا وصلتوا فيه ونحب نقول لكم على حاجة زادة اه باهية معانا منكم تضرب بحصفرين بحجرة ما كنتعرفو اه جر ختم القرآن اني مش نختم مرة واحدة يا لبنات الظروفي معانتها كل وانتو كانت ناج متختموا مرة ولا زوزو كل شي راه وباهي معانتها ديما اه اماقر ومعانتها بالسياسة بالسياسة وربي معاكم الناس كل وربي يعينكم على السيام والقيام وربي يتقبل منكم اه اني نقول لكم الهنين اه كيفاش تضربوا عصفرين بحجرة معانتها يا حب ذا لو انتم تختموا تختموا بطبيعتكم جبوا دبوسة ماء هيكا هيترتين ولا ايترا ونص كما تحبوا انتم اه صافية ولا اللي تحبوا الماء اللي تستعملوا فيه تشربوا فيه معانتها اه تقروا القرآن ومعانتها علمي عقروا القرآن علميها ككل تقروا مثلا اه كل مثلا زوز ايات ثلاث ايات ولا نصف صفحة ولا كذا ومفوكا شوي في الماء باش والماء هذاك استعملوه اللي تشرفوني كيفاش عملت اه تقروا هكا 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 لين تكملوا الخط من القرآن الكل علمتها هكا تختمتوا على المصحف كامل وصبوا منها في الماء اللي تشربوا فيه كانكم تصبوا في الماء بتاعكم في كلاسيار ولا في البابس ولا في اي حاجة وكلا تشربوا انتم وصغاركم ورجالكم وتشربوا الماء بتاع القرآن مختم عليه بطبيعة صورة البقرة كاملة ممكن تعرفوا فضلها وكل القرآن وكل معانتها ختم القرآن كامل معانتها الصور وكل مقرية عليه الماء هذاك وراهوا باهي تحصيل لكم لكم انتم وصغيراتكم ووقاية وكل شيء والله طريقة هذية باهي بارشا اني كل عام كل عام راي نعمل فيه كل عام وين نختم زادا حتى ابر رمضان وين نختم القرآن ولا نقرأ صوت البقرة ولا حاجة ديما نحط حذائدة بمساونا ورقرع لها القرآن وصب في المال نشربوا فيه راهوا باهي بارشا ويقاية معانت تشوفوا تقول الدنيا كيفش خيابت هي مش الدنيا خيابت الناس خيابت الناس بما ناس ما يحبوا ناش نفرحوا ما يحبوا ناش نكونوا سعداء ما يحبوا ناش حصنوا رواحكم بدعاء الصباح والمساء والاذكار ومسال ايش اقروا كل يوم صورة البقرة راي ما تطلبش بارشا وقت خسر العبد اللي بش يستنس بها ويلي يحفظها صدقوني في نص ساعة نجمو تكملها وهي نقولوا حتى كان اخذت منا ساعة معانتها باهي المهم نحصنوا رواحنا نخسر معانتها ساعة ولا نص ساعة ولا كذلك في النهار خير ما لا قدر لها تصير حاجة ما كنت تعرفوا كل ناس كل نحبش ندخل في مواضيع اخرى ما حصنوا رواحكم وربي يستركم الناس ويقول لي يا لبنات مرومة شنوها كالفيت انتي باطرة يا فطارة يا فطارة ترخب جوت شكول شرهولك بابا تاكل في الشيبس هذا مش صحي هذا راك ما تشري شي ديما مش صحي يعني انتها مش باهي للصحة برشا فهمتيني ولا فهمتيني فهمتيني عملنا سبعة سبعة هيكة وهيكة وجينا فهم الكبادة وبعد عملناها اللي هو الأذرق خلقه ولي مغنبتش بلدت شوي خلقه جيزة وبطول هيكة حتى لغضالة حكت كيحة انتي فاطرة انتي فاطرة عليها فاطرة على خاطر نحكم الشاب نحكم الشاب ها صيمة ماذا تتصميش انت شوفيني شوفيني الان هلي على همتصميش خطر انت شنو على همتصايمة ها خاطر ايدي صغيروجة ايدي صغيرونة ايب قلتك انت قامس وانتك مازلت صغيرونة بالرسم وهيك انت مازلت متذكره هيك قلت لي قلت لك شوفيك مقصايمة قلتيني مازلت صغيرونة كنتك بش تصمي يعيش بك رمضان ايه هاي باري باري كلي غادي ماروه باري عايش بنتي نحي صباتك باري نحي صباتك نجي بديلك اخواجك باري باري هاي عادي وحطي صباتك تصبابة توزي شلاكتك هاي هاي بنتي هاي جت من من الروضاء هما مام يقروا تولي الاخر وقت الماضي ساعة معنتها يقروا من الصباح معنا ثمانية للحداش وإلا من الحداش الماضي ساعة كهو معنتها هاي روحت قلت وروحت واني قريت ما شاء الله معنتها ما تيسر من القرآن حمدول الله يا ربي وتولي هناجي وقت اللعشية تو هاني بش ادخل للكوجينة اليوم يا لبنت بش نطيب بش نعمل طاجين همس عملت بريك مش كل يوم نعمل بريك بطبيعة ومش كل يوم ميقلي ومش كل يوم كذا اليوم قلت خلي نعمل طاجين ومش نعمل عندي كعبات دوراد هذو بش ن بش نطيبهم في الفور ما نحبتش نعملهم ميقلي اول حاجة ما كنت تعرفوا القاز كيف تعملوا ميقلي كيفش يولي قلت خلي نعملهم في الفور صحيا خير وكل هاني الي هنا بعد ما حطت الطاجين بش نعود نحل ونحط الحويتات بتاعنا خليهم يطيبوا وبش نخلط زادة كيف كيف بش نعمل حاجة حلوة للسهرية نعمل كيكا بالكاكاو معناتها بالشوكولات وحصلوا وحصلوا وبطبيعة معاهم بعد شوية اسلابيا ومعها شوية حلقوم وحاجاتي كان نسهروا بهم في السهرية وطول هنا بعد ما حطيت هاني يام قاعدين يطيبوا الطاجين والحويتات هاني حطيت من اللوطة الكيكا خلاها تطيبوا كل وطول هنا لبنات الطاجين بتاعنا احضر طعب ما نتهاني بش نخرجه وخلي الهويتات والكيكا بتاعنا يطيبوا طول هنا زادة حتى الكيكا بتاعنا هاي طابط الهني ندهان ترام شوية معجون اللي تحبوا عليه بطريقة سهلة وقت ترجعوا القناة تنجموا سهلة ماهلة تنجموا تقليسوا الكعبة اليهور وطاني لحقيقة عملت ميزاني هكاكا والله جدت منافجة وجدت بنينة وخفيفة وماشاء الله محلها محله هاني زي انتهى هنا بالبيبيشو كل هذيك النوار والبلون واني رشيت على شوية كاكاو والله يا البنات نودكم ولا شاهيكم جدت بنينة على الاخر هذي اللي هنية الكيكا بتاعنا كيفاش كيفاش منظرها محله تاولي هني باش نقصها خليتها شوية رتاحت شوي باش تبرد باش نقصها ونحطها في النسحان لخطر هني ما عادش برشة على شقال الفطر هكا هو قلت لازمني كل حاجة نعملها نحطها في النسح نمتاحها وخلي هزها يعاونوا فيها الصغيرات والمسيو وكل هزوا معايا لطاولة الفطور اي حاجة نحضرها لما قلت هزها غتيكا تاولي هني لبنات كملت كل شي باشاركت كومش في طيابة كلها بعد نصوري لقب الطاولة هني الهني الكوجينة خليتها نظيفة ديما وقت كيف نكمل معلتها ديما تاولي هني هني جيت للصالة الغالب اذن مع مصورة الكومش بها حتى تشربه حتى تكل شي باشتولي عامر اكثر الطاولة مي هكا كاعدين شوفها هكا الطاجين بتاعنا هكا الروز وبعدتها كعبة الحوت وشربة شعير هذية وكعبة ديقلا وهذا البلابي حمص بعدتها الكاسكاس وشوية جبن وشوية فاريونت وكل شي حصيله هكا متشوفيه وهذا كنتبوزها كيزوز هذية جهات رغم لما نستاهل كوشة لانا برشة كيزوز في الدار مره بعد قداش وكل هده مهنير السهري هكا شوية حلقوب وشوية لوز وشوية بسيسة وهذه الكلكة بتاعنا وطيابة اخذها بنعناع خفيف وبعد باش نزيد الزلابية باش نمد الزلابية هكا باش والقهوة اني شربت كاكوستاي ومبعد القهوة لازم منها باش خطر كمان شرب قهوة راسي يوجعني في النهار وكل هكا علاش القهوة اني ومسوية لابدة من هذيك هذو مهن كايبات البخارق والزلابية والحمد لله اللهم قدمها نعمة وحفظها من الزوال فما حاجات نعمة كيباتول يراني ملا وحهمش بطبيعة اني نعاود ان اندريسيهم ونخطوه مع الطاولة خطر بصراحة لا للتبذير لا للتبذير ما نزلوش نحاولو ديما حتى وما ناكلوش بعينينا نحاولو كل حاجة خاصة كتاب دعينة صغيرة كل حاجة شوية 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 وصلا اتزاد هذيك انا صدت بالبارح مثلا صلاطة الخص وكل وصلاة وصلاة تونسية زادة انا نقصتها من بارحة حكا فوحت اللي حاشت بيه والاخر خليتها من غرفة حكا اليوم حطتها على الطاولة اولا كهو الحمد لله الحمد لله اللهم انعمتها فزدوا ورب يدوم علينا النعمة ورب يدوم عليكم حتى انتم بالنعمة هذي ما اللي هنين نحن تقوى بعد مرى بينا الطاولة وكلها مصغيرات وقعدين نسهروا هيك شوي نسهروا شوي انا رأي لحقيقة ما نتبع في حتى مسلسل وما نتبع في حتى برنامج والله سوق ما بكبر هالتلفزة لا نعرف شو جاب ولا شنو وما جابوش جيزتك هالتلفزة محلولة وبره معنتها هكا وكهو غير تونس وكل ما نتبع في حتى شي لحقيقة وهكا هلقيت روحي والله خير هاتر كيف واحدة تستنس المسلسل تبدأ تستنى فيه منعشاني متعلقة بيها اكثر من متعلقة باي شي اخر وهكا ما نحبش روحي نكون متعلقة بحاشة الدنيا جملة ماذا بيا ما نتعلقش لا بمسلسلة بحتى شي صحيح قبل كنت نتفرج وكل وصارت عليها الحاجة هذي ماء لبنائت من اللي توفت بنيتي الله يرحمها وشالله عصفورة جنة كأن ربي نزع من قلبي هكا المسلسلة سبحر الله والحاجة الكل والله هي لبنائت معاش نتعلق بحتى شي والحمد لله الحمد لله يا ربي على كل حال يا رب الحمد لله ورظيم قضاء وقدر ربي ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم سأنا رايكاتكم وتعليقكم مزيانة والمشترك في القناة تشترك وفعل جرس بالشوص لكل جديد ونخليكم في امان الله وحفظه الى اللقاء بسلامة